لاكجري رح تكون عم تصرف هذا طلع الكمان لبرج مش هارف اشوه رح يكون في عندك اكتر يعني بذخ او انت كريم بالاساس يا برج السرطان رح يكون في عندك شو يعني عم تدفع كتير عم بشوفك هاي الفترة وممكن يكون معناه انه فعلا ثروة جاية في الطريق او يعني الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله والمحاولات عم بتكون اكتير يعني كتير مثمرة ورح تجيب نتيجة في اسرع وقت شايفيتك عم بتحاول تكون غامض هذا الشهر وخاصة مع الشريك حتى مع الاشخاص الثانيين عم بتتكتم على مشاريعك عم تتكتم على ما عم تأمن لحدا ما عم تعطي ثقة لحدا حتى الشريك عم تتعامل معاه بغموض فهذا اكتر اشي بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان خلينا نشوف هاي الكروت تحذيرية بتحذرنا دائما من شي معين فخلينا نشوف شو عم بتحذرنا هاي المرة لبرج السرطان من شو عم تحذره بتحذرك غريبة هاي يعني بس مش عارفة بتحذرك من شخص جديد عم يدخل حياتك اما صديق اما كحبيب داخل اما معجب عم تدخله في حياتك هذا الشخص دير بالك منه من دخول اي اشخاص كون حريص يا برج السرطان ما عم بقولك لا تدخل حدا لحياتك ولكن عم بقولك كون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص كمان تحذير تاني بالنسبة للعائلة الاهتمام بالعائلة بقولك عدم اهتمامك بالعائلة ممكن يؤدي لانفصال او ممكن يؤدي انه مش انفصال يعني لا زمح الله لا امور ابعد من ما انت متخيل فلا شوي قرب من الاسرة وكمان من الاسرة الكبيرة مش بس الاسرة الصغيرة عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك يمكن هذا الكرت بيحذرك او بيوصيك انه تكون قريب من خلينا نقول قريب من العائلة عم بشوف والدتك على خلافه شوي معك فكون حذر من هذا الموضوع يعني احنا شو قلنا غير رضاهم علينا يعني الله يديمهم فصلح الموضوع اذا كان في بينك بين الوالدة او الوالد اي موضوع يعني ما بعرف شو انتو ظروفكم بس طلع لي هذا الكرت خلينا نشوف هون اطلع لك هدول المسجز كل واحد بيطلع له حيوان معين وبيحكي له المسج بما يتناسب مع طبيعة هذا الحيوان بيقولك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون وهون كتير واضح ويعني ماشي منيح بالحاس السادسة تبعك عم بتكون عندك تفتيح عين هاي الفترة عم بتكون عندك حاسة سادسة لبرج السرطان عم بتصير عندك متل صحوة نورانية يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة بيقولك الحدس تبعك شو بيدلك امشي وراه وضلك مركز على الهدف تبعك وتحرك بسرعة كنت بطيء بالفترة الماضي فبيقولك بالفترة الجاي بقولك اختار انك تكون انت محبوب انت اساسا ان انسان محبوب جدا يا برج السرطان وهاي الفترة رح تكون اكتر جاذبية متل المغناطيس بتجذب الاشخاص اللي من حواليك اعمل الاشي اللي انت بتحسه الصح حتى تجاه الاشخاص اللي حواليك مو شرط انه تكون يعني خلينا نقول مو شرط تكون بس القول تبعك الو علاقة فيك انت ولكن ممكن انه تشاركه مع الاخرين فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقولك انه اشتغل مع فريق اكتر هذا الشهر ما تشتغل اندفيدجول ما تشتغل بشكل فردي نجاحك اكتر هذا الشهر اذا كنت عم تشتغل ضمن فريق طيب ما اخذنا هدول الكروت بالنسبة للي عندهم شريك منفصيلين او متصيلين يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك خلينا نشوف عقله الباطن شو عم بيفكر لا يعني اكتر اشي او بشكل عام عم بيحاول انه يستشفي عم بيشايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي ما عم بيحل شي العوائق شايفيتها مثل ما هي هو كسلاني كتير هاي الفترة انه يعمل اي تغيير انه يعمل اي اجراء فبشوف شوي يعني ماسك مكانه ولكن دي النتيجة انا شايفه بينك وبينه هو في عقله الباطن مخزن فكرة الارتباط منك لانه انا شايفي هون شجرة ومال وثروة ونمو فعم بيفكر بانه يرتبط فيك يعني مع انه كرتين شوي متناقضين بيوصفه شخص اساسا متناقض يمكن يكون فخلينا نشوف طيب هون شو فيه ديتوكس بحكي لك تخلص من ديتوكس يعني اللي في حياتك حاول تكون يمكن نباتي عاداتك سيئة عم بتكون كتير اما بتاكل ما بتنام دايريكت او ما عم تعمل سبور او عم تكتر او تدمن على شغلات معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات فعم بيقولك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك هو وقع قبل ما احرك ايوه بيقولك انه انت رح تحرز هدف رح تحرز هدف رح تحرز هدف في الصميم بالفترة الجاي فهاي يعني بشارة ما بعرف شو الهدف تبعك عاطفي او او غير يا برج السرطان بس بالعموم عم بيقولك انه رح تحرز هدف او شي انت مصمم كنت اه عليه فعم بتحققه بقولك في تغييرات في العائلة اه وكانو فيك حمل للنساء او حتى لو كنت رجل سرطان في حمل زوجتك او بشائر بحمل لانه في تغيرات بالعائلة وممكن تكون تغيرات مادية المهم انه هاي التغيرات هي عبارة عن تغيرات ايجابية وممكن تكون مصالحة مع احد افراد العائلة لانه قبل شوي بيان عندي وكأنه في شوية صراعات مع شخص من العائلة او صديق فعم بشوفها انه عم تحكي لك انه مصالح او بادر او كون انت من المبادرين في هذا الموضوع keep charging اهد بقولك انه ضلك ضلك تشجح حالك او ضلك تعمل لحالك تشحن حالك لقدام and don't take ولا تحكي دايما لحالك انه لا ما رح يصير لا ما رح يصير هاي الكلمة اتركها يا برج السرطان انا بعرف انه انت بتحكيها كتير فبقولك اتوقع المعجزات والسوليوشنز والحلول حتى تظهر فالاشي اللي بتتوقعه بيظهر فبقولك ما تكون ابدا سلبي بالعكس احكي شو خسران انت يعني انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا او ليش انتو بتفكروا بطريقة سلبية طيب ما انت بتفكر بطريقة سلبية او ايجابية يعني يعني ما رح تخسر اشي لا هيك رح تخسروا فليش ما تكون ايجابي يعني مش خسران اشي والله ما حددفع فلوس يعني بس انت جربها لمدة 21 يوم بس انك تكون ايجابي وانك تطرد الافكار السلبية من بالك وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك راقد بس يعني الاغلبية ما بترد يعني ما بيعملوا هذا الاشي بيقولك انت على يعني على شفاء يعني زي ما بيقولك خطوة واحدة من النجاح ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كذا فبيقولك ضاي الخطوة الصغيرة بس يعني فاصبر خليك خليك في هذا الموضوع وانت راح تحصل علي انت بدك اياه فما تميل احيانا واقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين يعني لو انا كملت كان حصلت علي بدي اياه فليش هون طلع لنا انه هون طلع لنا انه كيف دا اقولك اكتر اشي رح ينجح معاك هذا الشهر موضوع الشراكات او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكتر اشي رح كتير تبدع اذا كنت عم تشتغل في هاي في هاي الطريقة انه التعاون مع اشخاص او المشاركة تشارك الاشخاص بشي معين حتى لو كان عصاعد عاطفي حتى اصدقاء كزا احلى شي هذا بيقولك رومانسي يعني هلا وقت الرومانسية لو كنت متزوج او غير متزوج اعزب منفصل فهذا الوقت كتير مناسب انه تعيش يعني مغامرة رومانسية مو شرطي يعني شخص جديد ممكن شخص قديم في حياتك فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب فشي كتير حلو لبرج السرطان نشوف اخر اوراكل بيقولك انه الانيرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير ورح تتفجر عندك طاقة كبيرة جواتك رح تكون بسبتمبر يا برج السرطان بيقولك اعكسها او اعمل 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 يعني كيف ده اقولك اعمل انعكاس شارك هاي الطاقة مع الاخرين طول الوقت عم بيقولك عالمشاركة وكأنك هاي الفترة او الفترات الماضية كنت عم تشتغل لحالك ما كنت عم بتشارك اللي حواليك او ما كنت عم بتأمن اللي حاوليت بيقولك انه اكتر شي هاي الفترة انه تشارك مع العالم خلينا نيجي على الاضافة اللي رح تكون على توقعات ما بعرف ازا عجبتكم ممكن انه يعني نستمر عليها رح تسألوا سؤال رح تضمروا سؤال رح تكون اجابته yes or no اه واذا في موعد معين او تقريبي يا جماعة مش وقت يعني بالضبط تقريبي اه ممكن انه نحكي فاضمر على سؤال يا برج السرطان او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال ركز في سؤال معين فكر فيه وخلينا نشوف الاجابة صح رح يصير هذا الاشي ولا ما رح يصير او انه هو اه مو شرط يكون حدث بده يصير ممكن شغله صارت او لا وانت شاكك اه ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة فيه yes او لا الاجابة الاجابة هي مش بس yes لا يعني زي ما بتقول عشرة yes اه هذا الاشي رح يحصل مليون بالمية اه على قد ما انت حاسوا انه صعب على قد ما فيه عوائق شايفي انا كتير عوائق فيما سبق بهذا اه لهذا الموضوع اه فيه كتير عوائق عشتها انت اه لحتى هذا الموضوع ما يصير ولكن انا شايفة هاي العوائق عم بتتكسر اه شايف الشي هذا عم بيصير عم بتكون انت مثل الملك او الملكة في الموضوع موسيقى 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 اشتركوا في القناة